السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الأحد واحد كانون أول ديسمبر القمر اليوم موجود في برج القوس ورح يظل موجود في برج القوس لغاية الساعة 9 وثمان دقائق مساء يوم الاثنين بتوقيت جرينج القمر الآن موجود في منزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 8 واثنين وخمسين دقيقة من مساء اليوم الأحد بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة القمر بما أنه موجود في برج القوس خلال هذا اليوم معناته بنشعر بالارتياح والسعادة والنشاط ومنلتقي بأناس أكثر سعادة وبنتعمق في شخصيتنا بفضل تفاؤلنا والطاقة العالية المكتسبة وبيتحول تفكيرنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء ومنميل أيضا للسفر والإجازات ممارسة الرياضة والخروج في نزهات ويمكن اقتراض المال أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حضنة أو التخطيط لرحلة أو الاتصال بشخص خارج البلاد وتعتبر هاي الفترة ممتازة للأعمال التجارية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين الشمس الساعة ستة وواحد وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ومعنى اقتران الشمس هي بداية يعني بداية ولادة الهلال اللي بدرجات معينة منبدأ ببداية الشهر العربي منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا من اتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء ام نتأجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربية سلبية بين القمر وبين زحل هذه الزاوية رح تكون الساعة 12 و48 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج من واجه مصاعب عرقيل بتطلب منا ان نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وان لا نعتمد على الحضوظ فيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجو للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزيمتنا ضعيفة من كون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة وميالين للكآبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين المشتري هذه الزاوية رح تكون الساعة 48 و44 دقيقة مساء بتوقيت جرينج يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا يعني بمختصر النصابين والمحتالين والمنتفعين تجعلنا نرى المشاريع بحجم أكبر من حقيقتها وبنثق في وعود غير واضحة ومنقبل باقتراحات غير منطقية يعني بينتصب علينا لازم نكون متأيقظين في نفقاتنا ونتجنب الإفراط في الأكل اللي ممكن يعرضنا لعسر الهضم والتخمة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عملية جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت الضرارية عندنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية هذه الأعضاء هي الأكثر حساسية وإذا شعرنا بأي شيء غير اعتياده إن راجع طبيبنا طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم ما في أي مشاكل هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكنه اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه أيضا لا يصلح للقص العلاجي القمر بما إنه موجود في برج القوس خلو المسار القادم زي ما حكينا يوم الأثنين بيبدأ الساعة ثلاثة وستة واربعين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرانيتش وينتهي الساعة تسعة وثمان دقائق مساء بتوقيت جرانيتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الجديد ولكنه ما زلنا الآن موعد بث الحلقة في اليوم التسعة وعشرين من الشهر العربي الساعة أربعة واثنين وثلاثين دقيقة صباحاً منبدأ يعني قبل ساعة الاقتران منبدأ باليوم الثلاثين عشان هيك منكمل هذا اليوم على يوم الثلاثين آخر اليوم نسبة الإضاءة بتكون واحد بالمية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم واحد وعشرين اطناش سعيد الآن بنسبة ثلاثين في المية ساعات العصر سعيد بنسبة سبعين في المية القمر في القوس حتى يوم اثنين اطناش سعيد الآن بنسبة خمستعش في المية ساعات الفجر منتحس بنسبة عشرة في المية ساعات الصباح سعيد بنسبة ثلاثين في المية ساعات العصر سعيد بنسبة خمسة في المية عطارد في القوس بيتراجح حتى يوم خمستاش اطناش منتحس بنسبة 90% الزهرة في الجدي حتى يوم 17 سعيد بنسبة 60% المريخ في الأسد حتى يوم 6-12 سعيد بنسبة 15% المشتري في الجوزاء بيتراجح حتى يوم 4-2 منتحس بنسبة 40% زحل في الحوت حتى يوم 25-5 سعيد بنسبة 15% ورنس في الثورة بيتراجح حتى يوم 31 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الدلو حتى يوم 4-5 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً اليوم بتنشطوا في مجال الدراسة أو السفر أو الاتصالات لا سيماً لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم ممكن تذهب في رحلة أو تروج لعمل أو تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها وبيكون في نوع من أنواع النجاح والحض في حياتك العاطفية والعائلية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بيكونوا تخففوا من النفقات المتصاعدة وسارعوا في تهدية الأجواء هذه فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك التحلي بالليوني والتفكير الموضوعي برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا هذا اليوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة وأيضا للأعمال المشتركة هذه فترة مدام القمر موجود مقابلك فهي فترة سلبية ضاغطة ما بينفعك فيها سواء الصبر والمرونة ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات ما عليك إلا أنك تضبط أعصابك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وأيضا بتكن تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم وتكونوا منظمين وتحسنوا إدارة أعمالكم حاذروا من الجدال مع المعاونين وما تهملوا صحتكم وما تأجلوا ولا تماطلوا أعمالك حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم تنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة للإطلاع على أفكار الغير أو الأفكار أو الارتباط أهمش إنك ما تهمل واجبات اتجاه العائلة والأحبة وصحيح الأخطاء برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي أو ممكن تظهر مشاكل شخصية أهمش إنك ما تتهرب من المسئولية اتجاه العائلة الأجواء عدائية ومتوترة برضو بدك تراعي وضعك الصحي برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتنشطوه بالسفر بالاتصالات ويعتبر هذا اليوم مناسب لإجتياز امتحان وبإمكانكم إنكم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار ابتدعمك الحضوض وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل يعني فترة ممتازة لازم تستغلها برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب اليوم بيحملك فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين في النفقات امتنوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف أمواك للكم ولكن بتكونوا عاقلين في صرف الأموال ممكن تناقش موضوع دعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات ولكن زي ما ذكرنا في البداية في الزوايا انتبه من النصابين برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبير وبعمكم النشاط بإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة دعم من مكانتكم الاجتماعية انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم التحلي بالحكمة وواقعية في حل بعض الأمور بتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدأ وطيرتك لحد الركود وممكن تلغي مشاريعك أو ممكن تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهمش إنك ما تحسم أي أمر لأنها فترة سلبية ومخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتتسع الأفاق وممكن تحتفل بنجاح أو تطور علاقة أو بإمكانك أنك تعزز شعبيتك وتحصد بعض الأرباح تفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك وبتخفى الضغوط وبيطمئن بالك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا أيضا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبحافظوا على إنجازاتهم القائمة وبإمكانك تعزيز العلاقة مع المسؤولين أهم إش إنك تهدئ من روعك وما تنفعل واتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك وعلى سمعتك واتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء